يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة من الآخر شوف حلوة وبدأت الحلقة بقولك من الآخر من الآخر احنا الدورة بتاعنا في عوار في مشكلة في أزمة تمام احنا منتخباتنا الوطنية بتاخد اللعيبة بتاعتها من الدورة المحلية فلابد أن يكون الدورة المحلية دورة قوي منتخبات أخرى أفريقية ما بيفرقش معها الدورة المحلية عشان كل لعبتها بترعب في أوروبا لكن احنا مهم جدا الدورة بتاعنا يبقى قوي جدا بما أننا ما عندناش محترفين كتير خلص؟ طيب هنخلي الدورة بتاعنا قوي ازاي؟ عندك حلول عندك حلول حل منهم أنك تقلل عدل الأندية في الدورة تخليهم 16 مثلا بدل 18 وتخليهم 14 كمان وده اقتراح الأندية مش هتسيبه يمشي مستحيل هيقول لك لأ السنة دي هتنزل خمسة وهتعمل لنا مشكلة والأندية اللي تحت عيب عندها مشكلة كل الناس هيب عندها مشكلة تمام؟ وإن كنت يعني أنا لو أنا اللي بحكم الكرة في مصر أنا أخد القرار وأقول بعد سنتين مش لازم السنة الجاية بعد سنتين هيهبت خمسة أندية والدورة هيبقى من 16 فريق مثلا مثلا يعني بس ده كده كده مش هيحصل طيب في اقتراح آخر يدرسه الآن رابطة الأندية ولجنة المسوقات وهو نظام جديد للدورة المصري أقرب للنظام اللي موجود في الدورة البلجيكية وهقول لك التفكير على إيه؟ يعني هقول لك الدورة للسنة الجاية ممكن يبقى شكله عامل إزاي وهقول لك الصعوبات اللي هتواجه القرار ده برضو بس إحنا عايزين عايزين ناخد الفكرة بتاعتنا من مين؟ من الدورة البلجيكية اشتركوا في القناة